تعال نحق العدالة كلنا وتعال نكشف الموضوع كله ببعض متلسانه الحقيقة اللي حاصل ده لأجل هذه اللحظات كان الأهلي إضافة الكلام المهندس عادلي وهو مهم جدا لأنه دي في بطولة الدورة قبل ما نتكلم في مباراة أمبي الكلام اللي بقوله ده في منتهى الأهمية للتحكيم والعدالة اللي الناس بتتكلم عليها لكن أنا أقول لكم على حاجة أتمنى أنه كابتن أمين عمر ينفيها أو يأكدها لأنه لما يكون ده المصدر اللي حصل في الحوار اللي دار بين الكابتن أمين عمر والكابتن ميدو سلامة حاكم الفار وكان معاه مراد شوفوا ليه أمين عمر راح للفار لأن الناس اتهمته أنه أنت مش عارف القانون إزاي كنت هتروح كاس عالم إزاي ده كان مرشح أنه ممكن يروح كاس عالم وهو يجهل القانون اللي المهندس عادلي لسه عرض لكم النص الصريح منه إحنا هل حكامنا فعلاً ما عندهمش دراية بهذا القانون ولا بيتلعب في دماغهم ولا بيتغرر بيهم بالفار وإيه علاقة الفار بالصفارة التأثير جاي منين هتلاقي أول ما الحكم حسب الجون ميدو سلامة قال له كابتن أمين تعالى في مخالفة ما قالوش هي إيه تعالى في مخالفة إيه قال له تعالى شوفها أول ما راح وهو رايح يبص أمين قال له مخالفة إيه قال له تعالى شوفه لغاية كده وأمين عمر متغرر بيه متاخد مخطوف راح يبص بدأ يشوف فقال له الكرة مش سابتة في ضربة الفاول لرمي ربيع فأمين عمر قال له أيوة بس أنا استأنفته ده قراري قال له لأ سيد مراد قال لي إن دي من شغلان تلفار سيد مراد حكم الفيديو المساعد فقال له أنا ما سمعتش الكلام ده ده الحوار اللي حاصل في كابتن تلفار أمين عمر بيقول له أنا ما سمعتش الكلام ده فميدو سلامة بيقول له لا ما هدي المحاضرة اللي أنت كنت غايب فيه وسيد مراد بيأكد على كده إن في تعليمة إنه تاخد الجنب الكامل من أوله قال له حس كده ده مسؤوليتك قال له آه على حسب تأكدات مراد ماشي ماشي بعد أخدوا عطا راح داخل لو ده صحيح دي كارسة لا مش كارسة لا لحظة واحد هي طبعا كارسة إن الحاكم مرشح يروح المونديال ما يبقاش عارف النقطة دي لكن الفار غرر بأمين عمر أمين عمر غرر بالكرة المصرية لأن أمين عمر لما يكتشف بعد كده إن لا ما كانش ماشي يا أستاذ إبراهيم ماشي واحدة الحوار ده معناه إن أمين عمر اتقال له لا دي المحاضرة اللي ما حضرتهاش وبحدش قال له عليه يعني وكن المحاضرة اللي ما حضرتهاش ما يعرفهاش وهي محاضرة ايه ده في القانون ده القانون ده لا ده 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 أنا لما جه سير ريتشارد جيل رئيس رابطة رابطة الإنجليزية كل ما نسأله حاجة في القانون ماس الكتاب قد كده يفتحه ويقولنا اهيه بس اه مع أنه حافظ كل حاجة فأنت أصلا لن تكون حافظ كل حاجة لكن ومعاك الكتاب بتاعك مش مستني المحاضرة وانت لما ما حضرتش محاضرة ما بترجعش تسأل ليه ايه دي حاجة حاجة تانية طب بعد ما خلص الماتش اختشفت أنهما لبسوا لك أليس الضمير السوي يلزمك يا أمين بيه يا كابتن أمين أنك تذكر هذا الكلام وأنه تم تضليلي بالمخالفة للقانون وأنا ما كانش المفروض أرجع في كلامي تبقى لنص القانون ايه الضغوط اللي تعرض لها أمين عمر بقاك ما هو أنت على فكرة أنت يا كابتن أمين لو ذكرت الوقع دي كما هي وطبعا تسجيلات موجودة أنت بطل ويسق الإنسان فيك تماما لو ما ذكرتاش لتعرضك لضغوط يبقى خلصد يبقى الحكام بتتعرض لضغوط يا أستاذ إبراهيم الموضوع على بعضه مش مفهوم أو مفهوم لدرجة مش مفهومة لأنه ما يقدرش حد يعمل بالوضوح ده كل هذه الخروقات وهو مطمئن تعرفين أن أكتر يعني المشكلة الكبيرة في الخطأ ده وفي الدوشة اللي حصلة أنه نحن بنشكل مستوى وكفاة حكامنا وفاهم حكامنا القانون بالطريقة دي إزاي تخرج منها وإزاي تخترح حاجات لدرجة أنه يتقال طبعا الاحتواء موجود المادة كذا وده احتواء فيباني الموضوع أن أنت بتكر فكرة خرجها لبر السلامة عندما يتحول الحكم إلى مخرج ضاعة العدال ضاعة العدال وبعدين لما يتقال برضو وكأنها مؤيرة الحكامة أو في مساعد حكم رايح كاس العالم أنتوا عندكم المنتخب مرحش كاس العالم لا لو تعتبد المنطق ده دي شغلنا تدحك لأنه في دولة صغيرة قوي في أفريقيا طيبة ومحترمة اسمها رواندا فيها حاكمة حاكمة وانت مرحتش كاس العالم سليمة راحت كاس العالم سليمة اسمها سليمة راحت كاس العالم في قطر من رواندا منتخب رواندا ظن مش موجود عشان نعاير أن المنتخب مرحش كويس أن أبو الرجال هو اللي راح يعني حبته هو جنبية جنبية أنت عندك مثلا مصطفى غربال وانضاي الجزائر والسنغال ماشي منتخباتهم كبيرة ورايح فيكتور جوميز جنوب أفريقيا فيكتور جوميز الحكم الأول والأشهر والأكثر حرصا على العدالة جنوب أفريقيا مش رايحة بس ما علينا جانيسي كازوي من زنبيا أنتم تخيلين أنك أنت زنبيا وجنبيا ورواندا ليه حكام في كاس العالم ومكاني جسامة عندك يعني حكام من رواندا وجنبيا وزنبيا راحين كاس العالم فأرجوك بلاش المنطق ومن الإمارات ومن الإمارات بلاش المنطق ده لأنه كده معناها أننا بنبرر فشلنا بنبرر فشلنا ده احنا وصلنا لعقد مقارنات مضللة بين الحكام والمتخبات آه ما هي دي هو أنا المتخب بتاعي اللي بياخد تصفيات ومش عارف إيه هتقرنوا باختيار حكم يعني إزاي يعني طبعا إذا كان كده ما تبقى الإدارة القروية في مصر زي الفل اللي انت عندك حضو مكتر بتنفيذي خالد في الفيفا في الفيفا والكاف يبقى كده خلاص انت رأت كاس العالم وقاب ليه كان زميله مصفى فاهمي يعني يعني هو ده معاييرك إيه معاييرك إيه